صراحة سفير بسامراض المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائرية الأوسطية الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بالبيس الإسماعلي الزراعي شرقا إلى محور الضبع غربا بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق في منطقة الشرق الأوسط وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يوميا وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبرى وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى وقد توقف الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائر الأوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية كما تفقد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسيا ويفتقد للخدمات الأساسية فضلا عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة حوالي 57 فدانا بسعة 4000 سيارة كما يتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة واستراحات وكافيهات لخدمة الروادي والعاملين بالمجمع وهو الأمر الذي سيساهم في رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات في قلب القاهرة كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقري ووحدات للمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع وقد التقر الرئيس بعدد من المواطنين المتواجدين بسوق السيارات الجديد حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص على الاستماع لآرائهم ومطالبهم إذن مشاهدين نعيد على حضراتكم هذا الخبر حيث صرح السفير باستمراض المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائرية الأوسطية الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بالبيس الإسماعيلية الزراعية شرقا إلى محور الضبع غربا بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع ثمانية حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق في منطقة الشرق الأوسط وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يوميا وليخفف من التكدس المرورية حول مناطق القاهرة الكبرى وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكات الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى وقد توقف الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية كما تفقد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزية للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسيا ويفتقد للخدمات الأساسية فضلا عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة حوالي 57 فدان بسعة 4000 سيارة ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة واستراحات وكافيهات لخدمة الروادي والعاملين بالمجمع وهو الأمر الذي سيساهم في رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات في قلب القاهرة كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتبا للشهر العقاري ووحدات للمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع وقد التقى السيد الرئيس بعدد من المواطنين المتواجدين بسوق السيارات الجديد حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص على الاستماع لآرائهم ومطالبهم ومطالبهم